اشتركوا في القناة اكتشك في نمل بالبيت غريب يقول لها اسألك بالله العظيم إلا خرجت ويمهله وقت يقول اسألك بالله العظيم إلا خرجت ويعني هذا يقيسون على عوامر البيوت اللي كان في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التحريج عليها يقسم عليها بالله إلا خرجت لأن عوامر البيوت في المدينة كانت من الجن فلا تقتل إلا بعد التحريج وعدم الخروج أسألك بالله العظيم إلا خرجت أسألك بالله العظيم إلا خرجت أسألك بالله العظيم إلا خرجت و يترك لمجال و يفتح للأبواب إذا ما خرج قتل كذلك النمل على قول بعض العلماء و يروى عن بعض الأئمة من السلف أنه كان يقولون بأنه يحرج عليه أيضا و ذكر لي كثير من الإخوة الأفاضل بأنه سبحان الله بتلوا بالنمل في البيت و حرجوا عليه قالوا أسألك بالله رضي الله ثلاث مرات أو أكثر و يقول تركنا له المجال ثاني يوم ما وجدنا النمل فإذا بقي ولم يخرج أصبح صائلا له حكم الصائل الصائل بالقتل ما دام أنه من دفع بالخروج ممكن تقتل لكن بغير النار ما تحرقونه بالنار بارك الله فيك